نبتدي بالحب طبعا يعني بعد بكرة 15 فبراير الحب يعني احنا فجأة كده بنفتكر عيد الحب وفجأة نفتكر نحن بشيخ دين بلنا ان احنا بنحب فنحب ونلاقيه الحكاية عايز اتكلم في الاول على فكرة الحب لانه دايما الناس يعني بتحط الحب كله بس في حتة الحب الرومانسي هو الحب ليه اشكال كتيرة جدا وليه يعني تفسيرات كتيرة جدا يعني لما نبتدي مثلا بام كلثوم لما قالت الله محبة الخير محبة النور محبة فهي حطت الحب في اشكال جميلة جدا انه فعل الخير ده احد اشكال الحب لما نتكلم على الحب كاحساس وكمشاعر يمكن لازم نقول انه اكتر حاجة بتميز الحب هو فكرة العطاء لانه الحب زي ما حك ذكرت كده فكرة التكاوي ان انا كل شوية احب حد وبعدين احس انه هي دي الانسانة اللي انا اكتر حد انا سعيد بيها بعد سنة اتنين اسيبها وروح لحد تاني ده طبعا بنقول عليه حتى في العاطف في الادارة كده فوران عاطفي هو مش حب لانه لا ينطبق عليه اسس الحب الحب بيعتمد على فكرة الوفاء وفكرة العطاء لو حبت تب الزبط زي سيدتي الجميلة للشاب اللي كان اي حد معدي بحبك 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 شوف واحدة تانية اه يعني اه ولو نرجع كمان حتى يمكن عادي الامام ذكر الحب في زمن الكوليرا في الفيلم بتاع السفارة في العمارة للأسف الواحد بيزعل انه الناس بتسمع جملة متعرفش ايه الرواية وايه معناها وايه المغزة بتاعها لها قصة لحب الزمن الكوليرا قصة بتقدم يعني معنى جميل جدا الحب واحد كان بيحب واحدة هم عندهم عشرين سنة وابو البنت رفض يجوزها للولد ده وجوزها الدكتور واخدها وراح في المدينة تانية عشان الولد الاولاني ده مايجيش ناحيتها لغاية ما الوصلوا سبعين سنة فجوزها اللي هو الدكتور ده مات فالولد اللي كان بيحبها قاعد خمسين سنة يحبها وينتظرها ولما جوزها مات اشاع في المدينة ان فيه كوليرا واقناعها ان هيتيجي معاها على ظهر السفينة بتاعته عشان ما تتعاديش بالكوليرا وفوق ظهر السفينة اقناعها انه ما زال بيحبها واتجوزها فبيقال على القصة دي اللي بتاعت جابريل جارسا ماركيز حب مات في العشرين عايش في السبعين شايف الوفاء شايف العطاء هو ده المعنى الحقيقي للحب لكن مش للأسف اللي احنا بنقول عليه يعني احنا دايما اللي بنعتبر ان الحب المثالي هو حب الام لولادها لانه حب بلا مقابل نفس اللي حصل في الرواية دي انه هو كان بيعتبر البنت دي كانها بنته فالفرود اللي حبها لغاية ما وصل لانه هو جوزها مات فقرر انه هو يرجع يرتبط بيها